اهلا سهلا مرحبا تحياليكم العاشرة واحدة شنا دقيقة مش نواصلو نحكيوه لكلنا نحكيو دي ما في الكورونا اما كل مرة ناخدو منها الزاوية طب نحطو الكورونا في الوسط ونطبع مرة هاو الفلاح مرة نمشيوه للدويات المرة دي مش نحكيوه على التعليم وما ادراك ما التعليم السؤال هذا المطروح تقريبا في وسط العائلات التونسية الكل تقريبا كل الادارات اللي عندها علاقة بالتعليم قاعدة اتخمم فيه وتطرح في البديل كيفنا كيف ما في العالم تقريبا ملايين ملايين اللي حول العالم اليوم موجودين خارج المقاعدة الدراسة من التجارب اللي بيش نحكيوه عليها وتجارب مهمة كنت بعتها في الكواليس تجارب المدارس المثالية اللي على ما يبدو بيش تنطلق بداية من غرة افريل بداية واحد افريل ان شاء الله بيش تنطلق في تجربة مثالية جديدة في التعليم عن بعد معنا المدير العام للمدارس المثالية السيد موند غلب مرحبا سباح الفل استاذي سباح النور ليك ولجميع المستمعات المستمعين نحليك انيق ديمة دينا سيموراد يباريك لك عايش يلا حسيني خلينا بش نبداو الحقيقة قبل ما نمشيو نحكيو حتى اعطي جربة امتاعكم نحبون نفهموا فكرة ساعة سيموراد حول التعليم عن بعد شو هاذا تعليم عن بعد لانه قاعدة تتقال برشة الكلماذية في الآوينة الاخيرة في السنين اللي تعداو نسمعوا فيها برشة ولكن حبون نفهموا بالضبط كيف تفسر ما هو معنى شو نقصده بالتعليم عن بعد مش نحاولونتو كان نقول التعليم عن بعد هو هو التقنية وطريقة لتعلم عن بعد ظهرت في التسعينات من القرن الماضي واتطورت بدرجات مدفوتة في بلدين مختلفة وتمكنت منها بعض البلدين خاصة منها الإسكندنافية بطريقة شبه تامة معنى اليوماليزيكال معنى في البيس كوندناف براتيكمان معنى تيصان ديجيتال أسان بورسان أسان بورسان براتيكمان أسان بورسان معنى في أزمة كيف نكاية تحولت لكلها معنى من من إخلاء مقاعد الدراسة إلى المدرسة معنى الفيرتوال لتعلم عن بعد واصبح وضم معنى نظموا له داليدور في المجال هذان وذي تقنية سي أمين ادخلت وحولت المدرسة الكلاسيكية أو القديمة بالفرنسيس نسميها دخلتها لأن الهيئيكال أو الهيئيكال بصفة عامة دون الموند تحاولوا أن تتجدد لكن مع الأسف الشديد موش في البداية كله قاعد تجديد هذا مزلنا مات اليوم نتحدث على مدرسة كلاسيكية بالتبشير العادي نعرف نعنا وصبورة الخضرة وما دخلتش في العصر الحديث خاصة في عصر الثورة التكنولوجية معناتها وتوفر معناتها آليات لتجديد العملية التعلمية حتى تتمكن المدارس هذه من تقديم الخدمات وتجويد الخدمة المتاحة على مستوى التعليمي وعلى مستوى الاتصالي مهم ماذا يا هون لأنه إذا نقولوا في بلادنا أنه مش أول مرة خطر برشة بيش يستغربوها بيش يقولك من وقتينش نعم في تعليم على البقاء فما محاولة صارت حتى في تونس اللي صارت في ذاعة الشباب صارت في الثالفزة في الثالفزة زادة وذيك عليش ممكن حتى دعوات عنجية وبعد شوية دعوات حتى أنه يخصوا القناة الثانية للتعليم عن بعض وكل كلم ذاك الكل ولكن هل هو ذا المطلوب؟ نجيه السؤال بعد شوية تقول المدرسة التونسية اليوم اللي تحكي عليها سيموراد اللي موجودة في في الشرمتاعنا وموجودة حتى في بعض المدنة الكبيرة هل اليوم معنتها جاهزة لخوض هذه التجربة وهذه المعركة شنو هل يلزمها في الواقع؟ خلينا ساعة نشوفوا سؤال لول من جانبولول تفضل من الواقع نشوف اللي احنا عندما نقول وهي طريقة التعلم عن بعد تقنية فنحن بالضرورة نتحدث عن منصات عن سوفتوير يتخلقوا عن يزم دي سيرفوروا قويين برشة 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 انو عندك الاف التدميذ مش يدخلوا على المنصات هذية ويزم دي توفر الانترنت لدى العائلات التونسية في اغلب الاماكن ويزم يتوفر على اقل حاسوب حاسوب ولا تابلات اليكن هذية متوفرتش على مستوى التقني نحكي يا ثم تجب تكون بعض العوائق وبعض المشاكل تحترض العملية تعلمية عن بعد ثم عندك الطريقة طريقة بيداغوجية هي مغيرة على الطريقة المعروفة في القسم معناتها البروش بيداغوجيك اللي نقريب بها في التعلم عن بعض مغايرة مش هي نفسها في الخطاب والتواصل معناتها كي يبدأ تلميذ والمعلم فاسا فاسا معتي زم هذي كزدة خبرة كيفاش نقدم انا ان كونتونيو بيداغوجيك اللي هو ملائم ملائم لغياب المعلم في القسم هذية شكون تونس راو كانت بصراحة تام وانو يزم نكلمة ذيها تقال وكلمة حق تونس كانت سباقة في هذا المجال راو وحاولت عرب ناطاشة منذ التسعينات معنات من التسعينات حاولت تدخوذ غمارة تجربة هذي معناتها لكن مع الاسف لم تأخذ بالاسباب ولم تحسن ولم تنجح في التخطيط والانجاز بالصفة البرطوبة شمعتك لماذا؟ اليوم لوزارة تحط مثلا على ذمة تتلام ذنداها خمسة منصات لكن تبقى المنصات هذية مزلت في مرحلة جنينية لكي ناخذ مرحلة الفاكتور تانك يقوله من التسعينات حتى اليوم كيفاش مرحلة من واحدة وتسعين حتى اليوم ليقرابة ثلاثين سنة تبقى المنصات هذية مزلت إرحاصات صغيرة ومزلت نوات متع بيديت تعلم عن بعض ومهاش مشروع متكامل الجوانب الي يغطي الجوانب الكل التعلمية ويخلي التلميذ مرحلة يشفيله الغليل متعه في العملية متعه هذيها على مستوى الدولة متع المستوى الوزارة ثم بعض المحاولات وانت الجمع الأخرى استضفتش كون عنده منصة خاصة ما نتعلم عن بعض في الستارتاب اليوم موجودة منتظية كظاهرة وظهرت برشة محاولات جديدة اللي هي ما تتعلم عن بعض لكن تبقى بصراحة تمام محدودة في العدد المستعملي متاح علاش خوامين؟ لأنه المجتمع التونسي انا اظن على ما اظن ما تجرب من داعينا حتى شخصية في داخل مؤسسات الميذالية مزل المجتمع غير رقمي مزل مش مرقما مو ايش نوميريزي ممتح مجمع رقمي ماتا تكلم ماش ماجم مجتمع رقمي ماتا الفكرة عن بعض التي نتعلم انا كيفاش نتعلم ومانديش jeg contact direct ماذا بنمشي نجري نعمل الأتود مثلا في داعر ولا في مدرسة ولا في داراج ولا في اللي هو مجتمع الى شخصي بالمعلم وبينتميذ مزل الواقع هو الحيز الكبير يسر مزلنا متحواناش كمجتمع مجتمع دار ما مش في التعليم باركرا في البنوك في كل شيء كل شيء يمزل عنا. الممكن نهزه الأوراق ونمشيه ونشد الصف ونتمرجه. الوقت مزلت عزالينا برشا. آوي للأسف. هذي ما ترى و ما ترى يخلي استعمال المنصات هذيه. ممكن ياسر ربما كيش قولها وعسى انتكروا شيئا وخير لكم. ممكن الأزمة هذيه منتا متاع الكورونا يمكن تحول أو كيش قولها تشجع وتجبر متاع أصحاب المؤسسات الخاصة والوزارة خاصة على رأسه. يعني هي رأس القاطرة هي اللي مش يجلب القدام. متا في حالة كيف نهذيه طرقه متا تحطك أمام الواقع ما تتعريك. يلزم اليوم منجموش ومبابا سوبرمتر باش تخليه انتي تلمبه. بانضغو بيت سمان ولنفس سمان خارج مقاعدة دراسة. اليوم نحن اليوم كل الإدارات وكل المشاريع مجبورين وأنه لازمها تكون ديجيتاليزي. ساعت عارش نواب بني وبين روحي نقول إن شاء الله الأزمة هذي تتعدى على خير. وإن شاء الله الناس كل لباس. أما خليها تزيد تطور شوي باش الناس الكل باش الإدارات تتطور من روحها. إن شاء الله لا ما إن شاء الله نكون وخذينا الدرس. إن شاء الله لباس إن شاء الله كونوخذينا الدرس لأنه هذي ما نرى ما نتا ماش سالة. ما نتا سفاكوتين ما نتا دي مليون دي سنتانة. مليون دي مليون دي دي ناغ على المجتمع التونس ولا دافعي الضرائب وعلى الدولة. ما نتا مش بالهين شي أنا أقول تعلمنا الدرس. بصراحة ما اليوم فما حاجة أكيدة لرقمنة المجتمع التونسي في جميع الخدمات المتاحهم ولا رسم التعليم. آه مهم ماذا مهم الصحة شوفنا نشنو اللي صار فيها قيمة الصحة وقيمة المؤسسات الصحية اللي مشات وشوفنا معناتها استحقناها توكيف كيف زادها حتى التعليم. واني رأينا مش نحكيه فقط على التعليم الخاص نحكيه على التعليم العمومي والتعليم الخاص. أهم حاجة اليوم لازمنا نطور منظومتنا التربوية. خلينا من الناحية من الكيب. على جميع القصيد. لا 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 نحكي توا نحكي توا على نظرة أخرى. ولازمنا نبدل كل شيء اللي يكون نحكيه فيه حاجة ما قبله وما بعد الكورونا. طيب خلينا نشوفوا توا نذكروا بحاجتين مهمين برش. بش اليوم يكون عندي معنتها تعليم رقب أو تعليم عن بعض. لازمني إلى جانب المعرفة اللي هي تكون فما مخدومة ومرتوبة وعند خدمتها وفتيانتها. ولازم الجانب التقني. لدي سرفير مهمين. ولكن زادة لازم تكون فما دي تابليت والديزوتي انفرماتيك اللي تنجم تتبع بيها. وأهم حاجة هذا الكل اللي هي الانترنت. واليوم ما تم توفرين إلى حد ما في تونس. ما نتو كنا نعمل مجهود صغير ما نتو في السنوات القادمة. نتصور نجم ونخطو. انتوكا. 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 ما نتها في نور فيجي منظرهم بداى عام 98 راه عام 98. شوف ما تبدأ بعد تونس. اليوم المانيال. أول بلد في العالم في استعمال التعليم عن بعض. ما فهماش عليش تونس ما نتوكا. ما تكونش ضمن البلدان ذيه الرياضة. عنا المواردة بشرية اللازمة. وعننا الإخصائين المتميزين اللي نجم وفرونا خدمات كيف نكاه إذا توفرت معنة الإرادة السياسية والإرادة معنة طوام معنة دومش حل ومعناش حل وأنه لازم ننطبر الواحد آه لا معناش حل على كل خلينا مش شوفوا طوال إذا كان هذا الواقع معنة كيفش اليوم أنت كمورد غلاب موجود وطرح روحك معنة كبديل حتى في نظرتك للتعليم شنوري طرح شنو فكرة التعليم عن بعض عندك كبديل بصراحة ما كبديل مرش طرح روحي كبديل مطارح روحي منتة كفرع من فروع الوزارة نحاول وإني أجتهد وقدم خدمات منتة تجم تكون منتة محمودة في وسط اللي موجود ممكن أنا نجم نعتبر وأنه في الطريقة وحتى في كلامك وفي مواق طرح نحك كبديل كفكرة نحكي على فكرة نقول لأنا أفانجرديست إن شاء الله نكونوا نحنا دافع رأس القاطرة الذي سيجعل من مدرس مدرس خاصة أخرى منتة ونشوفه دجا في بدايته لأنه سيكونكوس كي بوس للإكسيلنس رأيه تخلي لك المدار فيتقدم إن شاء الله زادة الوزارة تدخل من القطاع الخاص منتة في الكونكورنس وتحاول تختط تتطور احنا في المدارس متاعنا منتها إليا تروازون منتها تروازون حسينا منتها ان ما تنسافر برشا ونمشي الديفوار منتها على مستوى العالم دي داكتها هذو ما تكون مرة تقام في بلد اوروبي معين كي نمشي نشوف شنو الموجود وما هو متروح في اخر اخر شي ماتها طريحة على مستوى العالمي شنوها إليا تروازون في أوسلو انتيح بمنصة بصراحة تمام ممتازة جدا متكاملة فيها جميع المواصفات منتها التعلم عن بعض اقتنيتها تروازون تالي ولقيت لقيت باش تشوف من غراء بالدهر يا اخوة يا مين وقتلي نزلتها تاتة سنين تالي بعض الاولياء صدقني منتها واسلو بكاو في البرو متاعي كانوا ماته تريري تيسان ما حبوش لشانج ماضيه ما يحبوش خطا ما زالوا يحبوا يتحاونوا بلو راقي تحبوا اعطيني بدي اف نحبانا اخوة بدي اف كانت عنا منصة عادية تونسية نحط عليها وراقي بدي اف يطبع يلقى وراقي يخدم كالبراسكولار وسيبني وكاو كي اصريتوا او هبطنا المنصة هذيه اللي قلنا ماته منصة نورفيجية ماته سبعة ملايين من التلميذ يستعملوها حول العالم في عشرين دولة مختلفة ويسان دليدور ماته على المستوى المنديال هذيه انا كي هبطت اليهت روزان بالفكر متحكين شنية الفلسفة الفلسفة واني نوجد افار لكال ماته اللي هي ماته او كوتيديا قادة تقري نوجد منصة اخرى تعليمية تعمل الاكمبانيمن دي زاليف على ميزان ماته عبارة ماته تتواصل مع المدرسة تتواصل معها في البيت بي ايجاد فيديوهات تفسيرية بي ايجاد تمرين سور pdf بتمرين تفاعلي روزان تريزي مبرتن واني لسه على المستوى الجمهوريه في المدرسة التونسية نحك المستوى المدرسة التونسية بش تحك المدرسة الفرنسية. انا لسه الى اوار 7 plattform لا كي نو برمي دفوع ديزيس انتركتيف مانه تاوتو كوريجي. انتي دبلش ما تكمل الاجزيس متاعك تكمل. تنزل هندبوتان تقول فاليدهي. او بتطلع لك الانات متاعك ديركتمة. هاذي شي خوالك. هاذي خوالك وانك تشوف انتي تقدم التلمذة متاعك في التعلمات متاعهم وماديه فهم ومستعابهم للمعلومات اليوم قاديين تحصلوا فيهم في وسط القسم. هذيه كانت الفلسفة متاعها ملو بكل. ماتا افوار انتبوا دبار للمعلمين متاعي وللإدارة متاعي باش ييتبوا التلمذة وكوتيديان براتيك ما في الماتيرات المختلفة. ماتا انت اليوم احنا كنقوله مثلا في البيضاغوجيا نقول ماتا المعلم مقتل يقرر الدرس متاعه يزموا يتأكد وانه علق الـ 5% متلمذة متاعه تمكنوا من المعلومات. ايه يعني كيفش جميع نعرفه. بتشم تعرف انت 5% تمكنوا المعلومات ذيكة. الا متعمل كويسة تعمل تست سير بلاس سميكة رابيد فيسا فيسا بشوفش كون فهمش كون ما فهمش. اللي هو مش مش دائمه ابدا معمول به. ماتا تقضي ذيكة تخليها يحكر المعلم مداية تقبلوا التلميذة وتلمذة متاعه للدرس اللي هو قررها. هذي طريقة كيف نكيه وللتا سمحنا نعرفه كي نقرروا درس حساب مثلا الاعداد العشرية مثلا كي روح التلميذ للدار. مم. نشوفوه تمكن منه وما تمكنش منه حسب الاجابة تحب. يلي كانوا مثلا اغلب التلميذة 80% منهم متحصلين على 15 بين 15 وعشرين. يعني نجح المعلم في تبليغ المعلومة منتاعه. اذي اهم اهم شيء اللي معناتها خدمنا عليه مدة ثلاثة سنوات اذي. وذي خليتنا معناتها مدة ثلاثة سنوات تراكمة التجربة. وليت عنا يومبونك دوني اكستروردينير ديكزرسيس كسوة انتركتيف والسور بيدياف اي دي فيديو. زيبنا حسلنا فيهم في المحنة هذيها منتها الكورونا. معناتها وفرنا معناتها ق قرابة اربمائة وخمسين فيديو مختلف في مواد مختلفة. تعرف راو عنا قرابة عندك ستة في الستة ستة وثلاثين. ستة وثلاثين ماتير في في البريمير برك زيدهم ستة اخرين في 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 البريسكولير. عندك قرابة اثنين وربعين. اثنين وربعين. وعندك ما نتا تقريب قدمهم في الكولاج. معناتها عندك ثمانين ولا خمسة وثمانين. ما نتا ماتير ديفيرانت وقع تحذيرها في الشهر ذي اللي خراني. لانه قرين حسابنا. عرفنا للكورونا هذيها منت حشيكم معناتها وباء معناتها عالمي. واليوم شا اثر على العملية التعلمية ومشي رقي بالذلال متاعه بطريقة معناتها معتها خائبة. حذرنا رواحنا باش نكونو جاهزين باش كفي جي لجورجي ننزلو ع البطان نكونو حاضرين وندخل التجربة هذه ونخذوها معناتها نكونوا معناتها قدها وقدود نكونوها لقد المسئولية لانو نحنا معناتها ناس مسئولين وناخذ العمل متاعنا معناتها بكل جدية. بالتعليم معناتها راهو صغار متاعنا راهو مسئولية في رغبتنا نحنا الكل راه مش مش مثالية بركة ما نورمال ما يلدفري يوار معناتها دي جان معناتها دي استراتيج على مستوى الجمالية تونسي يقولوا لو انو نهار معناتها تتعطر الدروس اشنا عم نشروه لكون البدين دانا اليوم مالرزمان البديل الوحيد اللي هو موجود بالنسبة لي انا هو التعلم عن بعض ما فماش فماش هذا مهم جدا طيب فما برش الاكيد انو يسمع فينا ويتبع فينا كيفش بش تسير العملية او كيفش صرت العملية الجانب التقني اللي مراهوش العام هذاك مهم جدا وخدمة كبيرة جيماجين في البرغر بش تحط دي سرفير وغيره اذاك خدمة خدمة كبيرة تقنيا اي نجي وتوع على كيفش بش تسير العملية شنو بالضبط اللي حضرتو هل عملتو صورنا صورنا مثلا دروسهم تعنا بش تكون مباشرة كيفش بالضبط بش تنجم تسير انتريب بانكيس جعب اي مازال عندك لا لا ماني جيك المدامين زاوبنا على يدايا ماني جيك انا زوز اتخذنا ما ترتقينا في المدرسة انتانا زوز طرق فما الطريقة الاولى اللي تصعب بش تكون مانتها خطر والتوبي انت اللي انترنت ماذش انا بيار اسطاع بنا اعتمتimmen صحيح 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 نستعمل هي بش 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 بشricht بشأ بس عمل دروس مانتها اللايف معطا تبث مباشرتان ديمة مش 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 مم ممكن قيام بذايا بطريقه مانتها يومية عملنا هزوز طرق مه من من روضا حتى لنقى السنة التاسعة سجلنا دروس مختصرة مهاش دروس معناتها العادية متع ساعه و ساعتين مع تدروس مختصرة من ترباصة عشرة دقائق فان مينوت ترونت مينوت او جرون ماكسيمون من اللي كان نستوجب الامر ذلك هل ما دي فيديو واخترنا اهم الدروس ليهما ما نتقعدوا في الثلاثة الثالث لان وراهو يزم العملية ما نتع العملية تعلمية يزمها تتواصل ما تجمش يا انقطاع ما تتصور خويا امين انت تميذ انت سنة اولى ابتدائي عنده توقيت 3 جماعات واحد وعشرين يوم ومش زيد واحد وعشرين يوم اخرين والله اعلم ممكن تتواصل اكثر منك وممكن انقطاع الدراسة احنا وتطور لحالة الصحية ان شاء الله يربي يحمينا ويعافينا ونرجو للمقاعد الدراسة في اقرب وقت ممكن ما تتوانس الكل في القطاع العمومي والقطاع الخاص اذا كان الاستحالة ذلك لقدر الله علينا في اسوأ السيناريوهات المطروحة من الجمش نتميذ سنة اولى نعملوا الدرس في المباشر كيزم يكون مانتها اصن بروب الريتم مش يقوم في السباح مش يقع عنده دو ماتيار اترى ماتيار مش مش ياخذوا اكثر من ساعة ساعة ونص خدمة اقرام ماكسيما ذي سي او كوتيديان ذي الو منوم تعتميذ متعنا من السنة اولى حتى انك السنة التاسعة مانتها قد ما يصغر التلميذ مش يقعد اقل على الوردناتر مش يقعد بين ساعة مثلا ساعة وربع قد ما يكبر التلميذ مش يقعد بين ساعة ساعة ونص الى ساعتين اقرام ماكسيمام مش قدم الوردناتر اما في العمل المتاعه منكب في العمل على تحذير الدروس المتاعه ولا القيام بالعمل المنزلي المطلوب من طرف التلميذ في مرحلة الثانوية اخترنا طريقة اخر اخترنا الو ديريكت اخترنا البث المباشر مش يتابعونا مباشرة اللي هي بالفيديو كونفرانس مش يتفعلوا مع التلميذ متاعه ويمكن معنا تلتميذوا انه يدخل يزم يكون معتل حضور متاعو حضور ريال معتل اللي كان يقولوا التسعة متى صباح مش يبدأ الدروس يزموا التسعة يكون على البيرو متاعو وقدموا ديناتر متاعو وجاهز باش يشارك ويدداخل مع المعلم متاعو باش اللي كان فما حاجم فيما يش يداخل ثم يلقى خدمة اخرى ام بي دي اف يخدمها ويقع الاصلاحة متاعها بعد مع الاستاذ متاعو هذا ما ازوزت رقم داو في المستويات الصغره راه معتل الانائسة لماكسموم مش يقولو معتل رانا ما اتينا بما لم يأتي به معتل الاولون مش يقولو كلا ماذا ولن اه مش يقولو لن ندعي معتل ما ليس فينا معتل لم نكتشف اكتشاف معتل وغير مستعمل اطلعنا معتل على تجارب بلدان اخرين حاولنا لماكسموم وانو يكون الى كونتونيو بيداوجيك في البتيت كلاس الى الساية معنتها ام كيشقولو متكامل اه ويشفي الغليل ويكون التلميذ الى كان ماخداش 100% معانا مش ياخوه على الاقل 60-70% الى كانت حصلنا 60-70% فوزنا وربو الكعبة معنتها وهذا نقولو الى كان كل شي يمشى بطريقة عادية لانو في الابتدائي والاعدادي الى سرفير متاعنا الى ام بي كابلز عند البرانج يدوها ساسيورية معنتها وقتاش الدبي يبدباي مستحسن يكون في السباح الى كان مانتها يساسيورية عند دبي لا مش نجيك سيمورات كيفاش بيش تم العملية بالضبط ويدغو قتيش والوقت بيش نجيه شوية اخر بيش نعملوا فصل صغير وبعد بيش نرجع معك بيتابعة الحال بيش نسألوا بالضبط معناتها عملية التقييم كيفاش بيش تصير كيفاش بيش نعرف انا ولدي لغاديكة مكتعرف مليحة وخرجت حتى دي فيديو جاك على التعليم على انبعد الاستاذ يسألوا امه من غاديكة لانا عجبوني على اللغة للي فيديو جاك قدوكم قادمين ممتازين كيفاش ترعب بيش نجيه منتو ما ما نحصنوش في هذي ولا غالب ديما الام والوه بعد ذاك اذاك كتبدا في اللايف راو اللايف بتبدا في الدار يبا ها بش نرجعه بطبيعة الحال فاصل صغير وبعد نكملوا موضوعنا مع الاستاذة مورا تغلاب سلقاوا للابديكاشن راديو ماد تونيزي على البلاي ستور تلسجيها غريبا وتابعوا كل الاكتواليتي وضيد على هذا جيك نوتيفكاشن بل ما يبدأ البرنامج اللي تحب تتبعه راديو ماد موسيقى الكورونا مرض العدوى بيه سهلة وينجم يوصل للناس الكل الاعراض متاعه سخانة وكحة واحساس بذيق نفس يقول القائل كيفاش نحمي روحي وليعزوا علي من هالمرض في الفترة هذي كان نحب بعضنا بالرسمي لنسلموا لبليدين ولبلبوس ونبعدوا على الأقل الميترو على كل عبد داير بنا ونردوا بالنا على الناس الكبار واللي عندهم أمراض مزمنة على خاطرهم أكثر عرضة للعدوى وحالتهم تنجم تتعاكر بسهولة معاملين على وعيكم وإحساسكم بالمسؤولية باش تحافظوا على صحتكم وعلى صحة الناس اللي عزيز عليكم أربع حاجات تحمينا ميلزمناش ننساوهم نخسلوا يدينا ببرشة برشة مرات في النهار بالماء والصابون ونعقموهم بالجال انتسبتيك اللي يحميكم أكثر كي يبدوا يديكم نضاف مش نخسلوهم كي ما جاء بالعربية نفركوهم مليح على قل مدة عشرين ثانية متمسش خشمك وعينيك وفمك إلا كي تبدأ يديك نضاف بالماء والصابون كي نعطسو ولا نكحو نغطيوه فيمنا بمرفقنا ولا بمشوار نطيشوه في البوبال أول ما تكمل ونخسلو يدينا مليح ننظفو البلايس الكل بالماء والجفال ماذا بينا كل واحد من شفته؟ ومن تقسموش المعون لا في الدار ولا البرم الدار نتجنبو التجمعات الكبيرة وعيك واجب يمنعك من الكورونا سهلا مرحبا تعليم عن بعد اليوم أصبح ضرورة في المؤسسات التربوية التونسية الخاصة والعمومية بطبيعة الحال على كل احنا نرجعون بعد شوية حتى لعيدكم وانتوما فما تعليقات قاعدة توصلنا وانه طيب بش نرجعونهم بالتعليق بالتعليق مفضلكم مستمعين وشوي اخر بش نرجعون وش يقولوا هذي التجربة هذية كيفاش بين العام وبين الخاص والتكافأة الفرص بش نرجعونه قبل وكل قبل الأخبار نحكيه مع الأسيد مراد غلاب بل معنا في المباشر محبوبك مجديد سيدي فقط بش نحكيه كيفاش بش تسير قلنا مبكري كيفش بش تسير العملية فاما بش تسير فاما في المباشر فاما ليه في المباشر اللي الثانويه لأنه مكبعه الثانويه ذاكا اللي في المباشر مالضب وفاما لي بش يكون صغارة اللي هما بش يكون مسجلة مسجلة ومعها مانتة كل ما يلزم من بطريه مانتة يجب ان يتقومون على سكتباته الاستراتيجي ما يستخدمه الثاني المباشر الثاني المباشر على التطوير العمل الذاتي لتكلمة ألا الإنسان ، يبدو أن يستخدم أنه يساعد الإنسان porque تفعله على مستخدم تفكر أنه ألا أنه يستخدم بفعل لأنه يصنع لديهم المستخدم من أجل القائد أن أرعملهم أليس سنين سنين ساعة سنين أو أحنا أن أرحب لأنه يستخدم وتعبيرهم ، أردتك 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 أردنا تعليم هذه الأربيه الفرنسيه يدخل ويخدم الخدمة متاعه وراه مش يكون طريقة مخافة ماتا انا نطمئن ماتا وانا مش يكون ماتا عمل جبار ماتا يزمي واحد يكون متمكن من التكنولوجيا مدير. باي انتي انتي تراحت ليسوز حاجات اللي لازم نرجع عليها مهمة جدا. فما الولي اللي قلت عليه وخطو نحكيه على المرحلة الابتدائية. اذا حكيت على الوليه معناتا لازمكم تتكلموا معهم لازمكم تستدعوهم وتحكيوا معهم. نستدعوهم سعيب شوية نجم 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 ماتا. للتوجيه فقط. للتوجيه ماتا قمنا باللازم معتا انا ازعم وانو قلنا بلداج ما عملنا دي كوميونيكيه على باش فيسبوك بتاعنا. انا ندعو الاوليه متاعنا وانو ميتصلوا بنا ع الفيسبوك يشوفوا شنوالي فماش ومفماش ويقرؤوا خاصة ان. خطو بها ساعة تراوي يسر سؤال وقتا مش قاري الاعلام. معتا قرأ كوميونيكيه وشوف شنون كونتونيو متاعه. ثم اسر السؤالات. بعد ساعة تلقائمات سؤال متاعك موجود في اسل كوميونيكيه. عملنا قرابة ستة سبعة كوميونيكيهات. هذي على مستوى الفيسبوك. ثم على مستوى البلاتفورم كل نيفو سنة اولى حتى انك سنة سالسة حتى انك سنة التاسعة. كل واحد بعثنالو في الامبوكس في المنصه متاعه. بعثنالو طريق التعامل كيش يكون. معاه معاه معاه. مع ذا حتين الفيديو لكيفية الولوج واستعمال المنصه. والتدرج من درس لدرس كيفاش ما تتكون طريقة تعالبية تكون موجودة بطريقة سلسة. هذي بالنسبة للامتدائي والادادي. هل الولي هو اللي مش يتابع مدى استمرارية الدرس؟ او في البلاتفورم متاعكم تنجم وتعرفوا التلميذ ذاك. احنا مش نعرفون كل يوم نعرفو شكون نتخلو شكون نتخلش البلاتفورم شكون قرات درس وشكون مقراش درس وشكون قام بالتمرين وشكون مقام بالتمرين. ومشتاق عنا دو زكيب اخويا امين. لكن الولي هو في الصف الاولاني اللي همم مسؤولين عليهم همم المعلمين متاح. طبقنا له همم قاعدين قدم وعندهم انتابلو دبار يتابعوا في القتام ذا متاح. وان دوزيان بوزيشون فهم الادارة متاعي. اللي زفورم باتيسا متاعي اللي همم قاعدين يتابعوا زيدا كيف كيف. باش اللي كان فلت مننا تلميذ ما فاقش بين معلم ولا ينبا ديكلاري المعلم. لكيب انفرماتيك ايه. اللي كان نفيق تلميذ مدة نهارين تاذا ما تخلش الموال للواحد. اللي ينفيقو بيون كونتاكتوه ديكتو مو بر تليفون. ولنبعثوه المساج عال تليفون متاع. هاذا يراويز ماتا باش خاطر بما هاجوس لدى التلميذ. لدى الولي شوية ولدى التلميذ زادا. خاطر تقول شنو الغاية منه تعليم عن بعض هاذا. اسكو مش نعديو مثلا لا قدر الله اللي كان طالت الفكرة. وذي ماتا اسوأ سيناريو اللي احنا ما تمناهوش لتوانس اكل. الله ليه قدر علينا. ما نحبوش الروا. لانه بصراحة تمام مش يكون معناتا كارثية على مستوى التعليم. الى كان طال اكثر من ستة جمع. بس بناهنا براتيك مال ثلاثة 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 معناتا انتهاء. على شو يزينا نعملو. يزينا مش نراجعو شوية. ونقدمو في اهم الدروس. بطريقة معناتا سليسة وخفيفة لايت. طبعا نشوفو وزير التربية الانجليزي اللي هو اعلن الغاء الامتحانات نهائية في المرحلة الثانوي. حتى في تونس ممكن ممكن ياسر معناتا فلنحكي بالصبع مش للسنوات اللي هي فيها دي كونكور. مش نحكي على سيزيام ونبيام وباك على مستوى السنوات الاخرى. ممكن قالوا سيد الوزير كلام ذا ممكن يقع ادماج الثلاثة الاول ولا الثلاثة الثاني. احنا يراو سواء وقعت الامتحانات او لم تقع الامتحانات. موش هذي اللي يهمنا. خطر احنا الفيلوزوفية متاعنا ولا المايندسات اللي احنا فيه. الفكر اللي احنا فيه. هو التكوين. هو التواصل العملية التعلمية. بغض النظر على قيم امتحانات ولا ماش امتحانات في اخر العام اللي مش جايز جايز عليها التلميذ. مش ياخو عليها جايز انتعو. الاهم من هذيك المدارك المعرفية. المدارك والتطوير المدارك ذيك المعرفية اللي دا التلميذ توصل فيها. تقولين دي كيش بش قايم. نرجو مرة اخر هنا مات مش كل تعلم عن بعض و تعلم عن بعض. سدي بوم من البلاتفارم انت عندك. احنا في الديال هنا مرسدس دي بلاتفارم. مات تسمح لك كيما قلت لك بش تعمل تقييمتاك يوميا. تعرف التميذ انتعك قاعد يواصل معاك. قاعد يفهمون مش قاعد يفهمون. قاعد يقروا مش قاعد يقروا. ماتوا حطين على ذمة الاولياء. دو شاز. خليف. خليف لو ماتوا انت واحد وتميذ يخدم طريقة اوتونام. الثانية حاجة و انو مش تواصل مع المعلم متاعه. مرتين تاث مرات في الأسبوع. تواصل اترافير مساجري. يتكتب. البران يكتب يقولوا بالله رم فمش كذا كذا. يكتب اللي حب هو. يكتب اللي حب هو. يكتب اللي حب هو. بينو بينو معلم حاجة تخص هواش يكتب ش حبوها. في مرحلة ثانية دي سي دو سمين او قروا ماكسموم اللي كان نعرفوها مش طول حكا. مش طول يفهم فيديو كونفرانس موجودة. يدخل المعلم و ياخد دي بتي جروب دي ساليف شاك فوا. و يتعامل معهم ديريكت ما. معنى تب فيه اوقات محدة. حدولو نعنا التلميذ. افكتف ما. يقولو رك هنا يزم تدخل. بس تسمع التلميذ في القراءة الجهرية متاعه. بس تعم ما التواصل الشفوي متاعه. بذبت. اللي كانوا في مستوى الدنيا. معنى في التعلم سنة سنة اولى مثلا ابتدائي. يزم بالضرورة المعلم يكون فمك كونتاكت ذكا. و ما يفقدش التلميذ اكل كونتاكت ديريكت. مع المواقس متاعه. مع المعلم متاعه. و مع العملية التعلميه. ليه عملية اخويا امين. تركو ميه راه. متجمش انتي تعمل اون ريبتور بروب. ماتا هكا فجأة تعمل لكا تطق. تقول انقطع البف. انقطع البف ماتا راه سيشيح. سيسحره بالنسبة للتلميذ. خاصة قد يصغر في العمر متاعه. و الكبارش مشيقل مشيقل. ماتا باك ولا نوفيام ولا سيزيام. ماتا ما عاش بشي. ماتا ما عاش بشي. ماتا السقط اللي كان تصاعدي في العمل. والجدية في العمل. و كل العمل ماتا الدقوب. كل يوم فما مجهود. هذك مشينا. عم بعض بشي تكون نفس الوقت اللي كان. ماتا نقطعك ديريكت مع المعلم ولا لا. ولا فما فما نظرة اخرى لهذا. احنا حطينا حطينا دي زم بلوى دي تان. ماتا اتيتر انديكاتيفو برا. ماتا حطينا برماتيارو ما حطيناش لاوقات وقتاش. ماتا مستحسن مستحسن. وانو فترة صباحية ايه اللي تكون يقع فيها العمل. اللي كان برون مش موجود في البترة. ذيكو يحبي يخدم في العشية. ماتا صفى بروندور اندوميور بش يعمل لوجين تاو يدخل. ياخل معلومات اللي حاجته بها. ويبدأ يخدم على روحه. ماتا مش مفروضها لي بش يخدم فكل وقت ذاك بالذات. مستحسن انا نقوله. ماتا تسألني انا. نحترم الاوقات اللي موجودة. نحط تلك في الصباح. اولا نساك باش نعطي معناتها غاية. هدف للتمييذ باش ينوض الصباح. يفيق. يعرف روح عندو مدرسة اليوم. مش ياخد قدام لديناتور متاعو. ومش ياخد الامر بجدية. ماتا مش تتواصل نفس الجدية اللي كانت موجودة. في وسط المؤسة. ماتا باش نجيه. ماتا في وسط المازل سوف تنقراه في وسط العام. نجي ثمانية ونص. ولنجي تسعة. واخترينا سيبوزي نجي ثمانية. يحافظها لكل الروتين انتاعو. وانو يقوم. يخسل وجوه. يفتر في الصباح. ويكون جاهز. باش يقدم الخدمة متاعو. ينظفها. وكيجي البران. يعمل مع امتي كونترول صغير. يشوف شنوه يزيد وشنوه ينقصو. باش كيك تكون عملية ماتا ممتازة. سينو مثل. شك ما تيار احنا حتيناه. مثل نهار اثنين حتيناه عربية وحسين مثلا. دو بريفرانس. هو انو تتخدم نهار اثنين. علاش. لو نهار الثلاث مش يرقى دو ماتيار اخرين. ونهار الثلاث مش يرقى دو ماتيار اخرين. ولا تتعاود نفسك دو ماتيار اثنين. مش يرقى عندو عمل اخر مطلوب. اولو مش تتراكم عليه العملية. بريفرانس نظفو الخدمة متاعنا. يوم بيوم نتبع التاسر المية الصغيرة متاعي. ونشوفو شنوه اللي عملو شنو ما عملوش. واذا يراه متسنة بصراحة تامة حتى للاولياء. شوف خاطره اللي كانت تقول لي انت تعلي مع البعد المرد الذات. حل اللي كنتي في تلمثك انت في المدارس انتاعك. ولي كان التوانسة الكل ما تشنوه الحل. لا انا باش نجيهم. لا لا باش نجيهم للتوانسة فقط طريط مع كمان المرحلة ابتدائية. نحب نحكي عن المرحلة الثانوية اللي هي مباشرة ولي هذه مهمة جدا. ماذا بيه ناخذوا بضبط تجربتكم ورؤيتكم لهذا. انا باعلو شواء مكرهن اخاك الله بطل. مالرزما يجب احترام موجود. يزمنا تلكم قول تسعة. تسعة بالضبط تكون برانشي ارديني تنتاك حاضر. كيحكي ماكدو تنتاك تزيدك تقول حاضر. ويفا فعل لبريزانس مش شوف شكون حاضر شكون مش حاضر. اه مش كون عندو كاميرا. عندو كاميرا. عندو كاميرا ويتعولو تلم دليوم كونكتي الكال يتعولو قداموه يعرف شكون حاضر شكون حاضر. اه. ويززدو مع التلميذ يقول له مسيور راني جاي مكسشون. مسيور راني مافهمتش النقطة فلانية. مش يتفاعل ديركتمو. ولكن للظرف قاهر تغيب التلميذ على كحاس هذهك. مش يرقاه الدرس مسجل وموجود على ال sitweb متعنا. www.zcallideal.com يلقاه ينجم ماته الكونسولتي لفيديو اذيك. يتفرج في الدرسة داكة يفهم المحتوى متاعو ويمشي ديركتمو على الابليكاسيون متاعو. ما نشوفو الاولياء الهون يحط في مرحلة ثانوية مش طيبو مش وحدهم روا. لازم نقول تابعو لنبلو دوتان. وما تخليوهو مش يصهروا برشة في الليل. مش ما يقضو بش نجم يقوموا السباح بش يقراو على الارواح. مهم خليني توا حكيت كمان المرحلة الابتدائية مرحلة الثانوية. قبل ما نمشيو حتى الهون يجبنا مش نحكيو على التكافؤ الفراسيانو تحكيو انتي في حاجة. والعالم والواقع زادة عند برشة توانسا يسمعو فينا وحطي تعاملو يتفعلو معانا. كيما سيدمو طوالي قاللك فماش تكافؤ ومش هذا. كيفاش الاطار التربوي متاعك انه الهنا اللي يخدمو معاكم. الاساذ والمعلمين اللي بيش كون موجودين. لاكيد وانو زادة تكون لازم تكون عندهم زادة ديراي مهمة بالنفرماتي. زادتين تفرمين تجاسور توازن. اه معناتها موش جديد. جازين كيفاش عنا تلسين قلتوك لما زي عنا تلسين وحننخدمو فيه وحننطورو في قدرات المعلمة بتاعنا. فالتعامل مع الكاميرا فالتعامل مع لانو غدوة الحيهم الساس يتعامل مع تليم ذا قدامو. بش يتعامل مع الكاميرا وبلاتفورهم قدامو. صدقني جافيلي لغموز جوه معناتها ربا ذرة النافعة كانت تجربة بالنسبة لنحن. متى انا بدي سجلت بعض الدروس كانت تجربة رايعة جدا. لانو راو قليل وانو معلمات يعقفة كيف معناتها قدام الكاميرا وتصور ويعرف لي وراو. يتعامل مع الكاميرا بحكم الخدمة أصعب حاجة راو. بش تتعامل مع الكاميرا. بش تتعامل مع الكاميرا من أصعب مفهم. مش كون مكشوف معناتها قدام الأولياء لكله قدام تلمزم تلك الكل إكسبوزي. تجم معناتها تتربثة تجم تعمل ومتيد فوات صغيرة معناتها في النطق ولا في القرامير ولا في كونجوكيزان ولا في اليواء. تخليك معناتها مكش مرتاعم فماش أرياحية كبيرة يسر. وليانو الوليه اليوم كان يتابع في المنظومة التعليمية أترفير ويلدو ولا الملاحظات ولا غيره وتول وليه يروح للدار بعد ما يسكر بيته على رؤي يقول لك اي ترا خليني نشوف نطلع. صارو هذا المعلم اللي قري فيك ايه. حسنا بها وانا بصراحة ما معناتها شكور الاقصى درجة ما معناتها للإطار تربو ويمتاعي اللي لجوي لجوي واللي معناتها تعب بارشة 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 باش حادها الخدمة ديها. سيمونك حاب نتعدى معاك الجانب مهم جدا انتو كنت اتراحت له خاصة هوني نحكيه ومشكورين طيو على المجهود اللي قدمتوه ولكن تكافأ الفرص وين لهنا. لانه في المثل هالعملية ذي هذي بشي خلقنا تعليم ادو فيتاس تعليم تليم ذا عندهم وتليم ذا ما عندهمش. وهذا تقريبا اكثر موضوع ليهو قاعد يتقال طيو لانه وانا متبع شوي تجربة في الكواليس قاعد يتقال وبش يتقال خاصة وقت اللي قدر الله بش تواصل هالازمة هذيها قدر الله. شوف اخويا امينا الموضوع الزي في الظرف العادي لا يضرح تكافأ الفرص هنا معاك كل مؤسة وكل قدير وقدرها وكل مؤسة شكون الاجتهاد انتاحها وشكون الرأس المؤسة ديك كادارة معناتها اللي مش تاخد القرارات اللي مش تخلي العملية التربوية تكون في احسن الظروف. احنا اليوم هنا مع الاسف الشديد يؤسفني واني نقول نحكيه على ظرف طارئة ظرف خاص جدا معاك ازمة معناتها صحية ملقية ذيلال انتاحها على على معناتها الوضع التعليمي في البلاد التونسية الكل في العالم الكل مش حتى بالبلاد التونسية تعالشي اليوم اخويا امينا عندك تسعمائة تلميذ تسعمائة مليون تلميذ خارج مقاعد الدراسة تعمائة مليون رأس من تعمائة مليون نظمة فيهم فيهم. نعتيك الرقم معناتها الاخرين معناتها تامذة تام ذو طالب. معناتها كل في المليار ونص تقريبا. هذي حسب اليونسكو فما مليار ونص او مشكور سيدة عيمد اسليم معناتها اعرف عيمد اسديري. اللي بعثرنا الرقم قال تقريب مليار ونص حسب اليونسكو. شوف حسب البلدان كيفش تفعلت وحسب البلدان وجوهزية انتاح من المليار ونصف هدوما فما خمسة مئة مليون يعني هنالك مدير مؤسس يطرح حاليا معناتها خياران عشقوي ما عنديش خيار اخر خيارين ما عنديش خيار اخر معناتها ثالث يا اما مش نبقى معناتها مكتوف في الايدي ونقول الله غالب اه جانان سامات فيسبوك مدائي قول الله غالب معناتها مانجمع من حد شيء وإلا مش ناخو معناتها الامور معناتها بيدي ومش نحاول واني نوجد حلول ولو تكون جسئية العديد من الدول راه مثلا لكل فرانسيز لكل ألمان لكل انجليز ديكتمان سنكون في معناتها الديجيتال ديكتمان اليوم التعليم تشوفها شوية ديك اصبح رو التعليم عن بعض ذي اصبحها ضرورة بالانجليز قولوه مواش كونفور راه ما عندكش في كونفور تقولي انا ما عنديش جاوزي عاثر ما طارشش يقول لك عاشخوية راه باش نجو بك انا تكافر الفرصة ديها طارب ما ديش يقولوا 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 نحكيه على انكا اكسبسونال ايش يزمنا نتعلموا منوه الدرسة ديها يزمنا لك نخرجوا منوه ماتا كيكو نقولوا اي سلكة الحمدولي يا ربي انا جعنا لديزناف افريل وقرينا ميرزمش تكون اذيك هي النقطة وارجع الاسطر يزمنا نتواصلوا يزمنا نتعلموا ناخذوا الدرس من اذيه باش يكونوا لقدر الله المرة اخرى جازين ونلقاوا المؤسسة انا العمومية ومؤسسة خاصة اخرى بكثرة تكون جاهزة باش تتعامل وتتفاعل مع ازمات كيف نكاية وتكون تقدم خدمات بسرعة تمام لانه قداش انا من عام اخي امين وانا حكيو على جودة التعليمة ساك منشف لجارك في وقت وقت ما قبل الثورة ما بعد الثورة انا اللي حضرت اليوم انا وجعولي راسي بسرعة تماما بالجودة جودة الخدمات وتجوية التعليم وما تم كتابات والدراسات كتبت وبقيت مرة حبرنا عراوها هو توناحكيوه على تجربة وتجربة اللي هو سيدخيز شو بجيكتيف بتباعه بتباعه resultado التجربة منتاع ديال اللي قاعدين تحكيو فىها اليوم لا يوقاص عليها بصرحة تماما لا يوقاص عليها عنو انا نقول لا يوقاص عليها طلاى сумو شوفوا تجرب الأخرى من одна نخللنا ن قايمه لهذا شوفنا اي leafs تجربة اخرى من عالمية انشا الله تكون ب healths and gain к كل التجارب تكون ناجحة هذا راو مكسب راو بالعام والخاص. وانا نحفخ يا امين نشوف راو حتى حتى الاسادة راو نشوف الله العظيم ماتة بتساعات جيل الار مزجوع مانتة نشوف في اسادة كيف يش عامل اللي عجب مانتة راو يدخلوا دي باش فيسبوك ويعملوا دي انستغرام ويعملوا دي جروبا فيك لزيليف متحم ويقولوا ما نخليوش تلمد متانا اباندوني مانتة اكاكا واحد مدولاناتور مانتة يزمنا راونا الناس الكل في القطاع العمومي والقطاع الخاص كل وا راحت بالطريقة متانا يدلو بالدلو متاعو بالامكانيات المتاحة يحاول يلقى حلول باش يأطر الصغيرات متاعنا في ديارهم. الله يبرك لكم. فقد حابيت زادا ممكن نشوفه في العالم راو مهمة انا فما مليار ونص حسب اليونيسكو اللي هو اه تليم ذا قاعدين اليوم خارج مقاعد الدراسة. بريتانيا اللي قلنا من بكري ألغت جميع الامتحانات في المرحلة الثانوية وبش يتم فقط تقدير مستوى التلاميذ بحسب مستواهم السابق نفس الشي في معظم اه الولايات المتحدة الامري نعرش تون السيدور لي نزلت ما اخذيناش القرار. نزلنا ما اخذيناش القرار ان شاء الله يا ربي ما ناخذوش ان شاء الله تتواصل الثالثة بطريقة عادية جدا حتى ان في بروفيته من التونو زلاف. اي. باللو كنتونيو پيداجوجيك. اي. والتعلمات والقدرات يزم يكون اكتسبوها في الثالثة. اونا تندون القرارات خلي نشوفه زاد عدد كبير من دول العالم بما في دول هذية عربية كيما البحرين مصر بش يتم الاعتماد فيها على تقويم التلاميذ وطلب من خلال المشاريع الل يقدموها ويعدوها. وطالب عم بعد. وهذا يا روا. هذي الكل نحكيو فيه روا. عم بعد روا. عم بعد. عم بعد. عم بعد. يحضروا دومه ويخدموها على البعد. البكالوريا الدولية تم الغاءها في اكثر من عشرة مؤسسة تعليمية اه عبر العالم. نشوفه انه اه على كله هو برشة قرارات. مشكور برك الله فيه اه سيعيماد الزيري اللي قاعد بعثنا فيه من من منظمة اليونسكو. صارح تجب تكون السالفية مثل الازمة هذية راو تجب تكون كارثة على مستوى التعليم. انا ترى سادي بوم من المؤسسات متعنا. حاضرة. مدى جهوزيتها. الوزارة. شنين قرارات مش تتخذها. ستريزة مبورتهم. عنا جهوزية مش كون الضرر باقل درج. اليكين احنا ما تمزلنا ماناش عارفينه وماناش قاعدين نشوفه. مانتعون تتعونه برا. متجم تكون مانتها الأذرات اللي تكون كبيرة. مش نكونوا متابعين جايد. لا قدر الله. وانا واحد من الناس مش نتابعك جيدا هذيها التاجة المسي موراد. مرحبا. مش نتابعها. واسلا بعد المرحلة ذي. خلينا نرجع ونحكي ونتناقش وزاد. لانه كل مرحلة وكل تجربة لازم تتطور ولازم زادة تدعم ونخدمه عليها. وتكون حافز. وتكون حافز زادة للمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة الأخرى. سده وانا تدلو بالدلو مداحة وتحسن الخدمات التعليمية في البيلات التونسية. اذا استحقت التجربة المدرسة العمومية. مش نحبو نحكيوك تجربة معاكم انتوما. كيف ستتعاملون معها؟ لذمة الوزارة معتها في اي سؤال. معناتها مرحبا بيوم. مع كان يشوفوا انه فما مات امكانية للتفاعل وتبادل معناتها للخبرات. معتها مرحبا بيوم في كل وقت معتها. ما نجم الشيء ذي كان يسعدني واني انا جندي من جنود هذا الوطن. معناتها واقف معناتها على ثغرة من ثغراته. ونحاول نحسن بما استطيع. بصراحة تامة. ولا ادعي معناتها الكمال راو رايم وحاولة بصراحة تامة. ندعو لها بالنجاح. ان شاء الله الاوليام تاني يكون قلبهم كبير معناتها. ويتبعونا معناتها بكل معناتها بقلب كبير وي بنقال لها كبير ويغلو الطرف عن بعض الزليت وبعض النقاط الليكون موجودة. shipped to go as far with us and win a way to tall. و glasses and we can live with them. و blev goodنا نحن طريقة للتواصل معنا باي يقدمو الاقتراحات الفراحة ويكزئوا رأيهم في الماده المقدمة ليوهم ويحثون باش انه terpdf fatigue pis亲 parting with them. وهما معهم كان يقولونا اليها الكيفية فى ما كناس بعنهم Aku think we can kill them. وهما مجادمو define them. 뒤 احنه بصراحة تامة باش نقاموا. متى الشيء. مش نقاول الحلول. لم تأنيигр اي religion.рь. إنا ق مؤسس هذا عمل يقام او ينجز على مستوى وزارات على مستوى مؤسسات كبرى على مستوى مانتا دي بلاتفورم مانتا دي درونومي انترنشونال ماش مجهود انت فرض ولا متاع مجموعة صغيرة من اداريين ومعلمين على مستوى المحلي في درشة بين الفاري وفي نابل. مكلف هذا بش نجموت بش تعمل هذا الكل مكلف؟ مكلف هذا صحيح من غيره مكلف الت46P مكلف جدا نحن ما فisierung الميزانية من اللعنة او م 처음 اكثر على مكتظ لكن هذا되 ان اخوانك فريق الترنتفي المح mundial ت assistance النظم التنظم كنا قلوبنا معهم. واحنا نحكي وتو على اللي موجودين في الوطن القبلي الهوني التامين اللي زيكول ديالي ذولي عندكم زادة اي كول في الغزالة هل نفس اللي بش يقراه أولادكم في الغزالة نفس الشيء موجودين؟ نفس الخدمات كل سواء في حمامات ولا في نابل ولا في قربة ولا في الغزالة بش ياخذوا نفس الخدمات بالضبط وان شاء الله يا ربي معناتها يوفقنا باش ننوصلوا لنا نعطيهم حاجة ليا معناتها السايم معناتها الوعب. صحتك سيمورا؟ ماذا تقول لك؟ ماذا تقول لك؟ صح عليك من حيات الصحة صحة اما راوي جا قول لك العملية مش كما يظن لا لا مش ساعة ان شاء الله تكون عن حسن ظن بيننا ولا تعرض لنا كثير تقنية مش مشكون برشة مشكل اما نختم لك بالله جس بلك المتينة اللي كمنا عرش مش تخدم تفضل اللي مسيرش تفضل شوف انا راوي انا نقول امساج نعديه لسادة الاولياء وان جنرالا والخاصة ان معناتها تليم ذا متاعي انا معناتها في المدارسة متاعي راهو اول حاجة لتعلمها في المدارسة هي دير دون توت لما تيار احنا عم بوز البربلماتيك نحطوا الاشكالية نقول تراها اذي الاشكالية القاري الحل اول درس نجحنا فيه في المثالية بغض المدارة على رزولتها راهو شنوع لانه القيمة عندي هنا هي في المحاولة المحاولة واني حاولت نحل الاشكالية ذيه مش في رزولتها في حالاته حليته محلتوش مادة تقييم للولياء مادة ساتسفكشون متاعه إلي تخيي ساتسفية ولا موان ساتسفية ولا نيباس ساتسفية بكل ساسي تنطر ينطر بير دمانش هنا شنقول انا لان نقول راهو النجاح راهو السلم لا يمكن تسلقه والايدي في الجيوب اول درس لتليم ذا نداعي اراك تحب تنجح؟ مفميش طريق اخر مانتها سواء العمل ثم العمل ثم العمل اثني ركب اثني ركب مفمي حتى كلم تعرف سئلة نابوليون قال له كيف استعته ان تمنح الثقة وتبثها في جيشك؟ فقال والله العظيمة ذيه ماتعنا نامل فيه بطريقة حدسية عنا في الديال براتيك موم متبنينا الادارة متاعنا الكل شو قول؟ يقول من قال لا اقدر قلت له حاول شوف محلها راه تسع ما تتحقه لتونس اليوم راهو ومن قال لا اعرف قلت له تعلم ومن قال مستحيل قلت له جرب مانتها راهو العبرة وانو ما نقضوش مكتفين الايدي متاعنا ماتعايشين رانا خارج التاريخ وخارج الجغراف يزينا ندخلو نكونوا فاعلين وما نكونوش مفعول بنا يزينا نكونو نحنا مانتها قادرين على خلق مانتها الاضافة على مستوى المحلي والمستوى العالمي تعرف ديسان شو يقول له يقول له لا يساهم الذكاء في تكوين العبقرية والنجاح الا بنسبة عشرة في المئة اخويا امين تصورش تساهم في المئة الاخرى باش تجيه بالخدمة خمسة وخمسة عليك جيه الباقة جيه فهي تعب وعمل وكفاح مستمر اراه قوة المثالية بصراحة تما هي كالعملة الداوبة متنملة اللي لا تكل ولا تمل مانتها مانتها اليوم وذيه مانتها نرجى بصراحة تما باش نقولش مانتها ما نشفش نتبنى النجاحة ذاه لها انا اراني مانتها مانتها مش نشكر كفاية جميع الاطار التربوي والاداري ولو اولياء زاداء وحتى التلاميذ مانتها في المشاركة متحموا في انخيراتهم في المنظومة هذية الله يبرك لهم مانتها اللي يزون إبوزي ست اسبريل اختوا عطيتها النجاح سلمونا عطيتها نجاح التجربة قبل ما نشوفوه اي 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 انا اقولك هذا النجاح كيفش قيمتها نجاح نجاح واني حاولت بغير نظر تعالى الرسول السلام ميقولش من اجتهده واصاب فلهو اجرانا ومن اجتهده ولم يصب فلهو اجران واحد محرمنيش روو من محرمنيش من الاجر متاع المحاولة متاع راي ثقافة متاعنا راي متخلغ لها فينا تقولك يا انسان حاول انا بش ننهاء او زاداء من الناس اللي بش نعطيكم بونيوس نقط معناتها على المجهود هذية واني بش نتبع معاك متابع على ثقة هذية وبعد نحكيو في هذية وانا زاداء نشكرك برشة على المجهود اللي قاعد تقوم بيه بغض النظر على كل شيء لحقيقة خاطر انا تبعت ودخلت وشفت فما الخدمة اللي قاعد اني خدمو فيها خدمة كبيرة خدمة كبيرة ومشروع مضابين اللي كانت تجربة هذية تتحط قدام مع وزارة التربية منخدموش وحدنا من غير ما نسكروا الباب على رواحنا وانو نغلقو سيلش هيت نشوفه التجارب الموجودة نحطوه على الطاولة وامكانية تعميمه علاش؟ حتى يوم الخير على الناس كله حتى نتاوروا من بعضنا لا نتاوروا من بعضنا لاكيد وانو فما كفاية كبيرة موجودة في تونس وفي الوزارة اللي تحب تخدم وتحب تقدم ورس اخوة اخوة امينا انا مقتنى اقتناع تام لبلد هذية كانت يمكن ان تكون النارويج كانت يمكن ان تكون مش خير منا ارى زايدين هنا حاجة والله العظيم لم يوم زايدين هنا حاجة شيء نجم في كلمتين في تاتين ثانية لانو وقت الاخبار سيموران في تاتين ثانية شو تقول شو تقول لا مش للاولا شو تقول لوزير التربية وزير التربية اي شو تقول رب يكون في عونك راهي معنتها مسئولية دون هالجبال هذين بتاع سياسة جاوب جاوب سياسي احب نصيحة نصيحة اي اثني الركبة ثاني الركبة هو عمالة معايا سياسة عمالة معايا سياسة اي شانتي كبير يبدو ماينتهيش مانتراه اليه لكو دي شوز كو دي بون شوز أفل مانتا اشجعه واشده على يديه رب يكون معه أدعوله اكهو نعرف المسئولية مانتا مهاش سالة بقول نعرف لما قدام وبانتا شانتي كبير شكرا سيمورات غلب مدير عام المدارسة المثالية على حضورهك معانا طلقة والاخبار